سيد عديلة أمام هذه التركة الثقيلة والعبء الثقيل الاقتصادي على رئيس الحكومة الجديد لماذا بدأ رئيس الحكومة متفائلا في مقابلته الأخيرة في أول ظهور تلفزيوني له وبدأ متفائلا جدا وهو يشخص أزمة الاقتصاد على الرغم من أن السودان لا يملك الموارد الكافية لنهوض في المرحلة المقبلة كيف سيتعامل مع حزمة التحديات الاقتصادية أمامه؟ التفاؤل المصدر هو إدراكه بالهيكل افتاعة الاقتصاد السوداني وموازنته وطريقة صرف الموارد بتاعت السودان في الفترة السابقة في إبان الحكم السابق السودان دولة غنية ولديه موارد ولديه الكادر المؤهل في إدارة الدولة حينما أزحنا هذا العبء طيب عمليا نحن الآن لدينا ملف السلام إذا استطعنا أن ننجز ملف السلام فقد وفرنا 70% من ميذانية الحرب التي كانت تسود أيضا لدينا التركة الاقتصادية التي كانت تابعة للنظام المترهل والإنفاق الحكومي غير المرشد كل هذه النفقات الحكومية سيتم تويهها لمصلحة الاقتصاد السوداني ولمصلحة الإنتاج ولذلك أنا أعتقد أنه هو مدرك بكل ملفات السودان وكان مطلع جدا في فترة استعداده في فترة هذه الثورة هو كان يراجع ويجهز ملفاته ومدرك تماما للسياسة الاقتصادية التي ستبنها إذا كانت على مستوى السياسات النقدية أو سياسات الاقتصاد الكلي ولذلك هو مدرك نحن فقط نحتاج إلى رافع بتاع شفافية اللي هو مسألة المراجع العام لمراقبة الأداء بتاع الحكومة ولكشف الفساد الذي كان استشرى في الفترة السابقة أيضا لدينا الرافع الإقليمي والدعم العربي من الدول الشقيقة ولدينا الرافع الدولي واستعداد الدول الأوروبية والدول الغربية في أن تعين السودان في الفترة القادمة أنا أعتقد أن متى ما استوفت الحكومة في تشكيل الوزارات بقدرات وكفاءات نستطيع أن نعبر بالسودان وأن أعتقد التفاؤل هو تفاؤل مبرر ولديه ما يسنده من شواهد وقراء على أرض الواقع في السودان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر